صباح تونسي صباح تونسي صباح تونسي صباح تونسي الكل صباح النور أهلا وسهلا بكم هذا هو صباح تونسي معكم من توا حتى للحداش التسعة وحداش انتقيقة الآن منين تنجموا تتابعونا تتابعونا بالطريقة الكلاسيكية للناس تحب تسمعنا في الراديو على الفين وإلا تنجموا ترجعوا صبحتنا رسمية الإذاعة الوطنية التونسية وإلا زيدة تفرجوا فينا في التلفزة المغروم بتلافذ بالطبيعة على التينتي وإلا على الاربسات تجموا تابعونا كذلك في اللايف بتاعنا على قناة اليوتيوب إذاعتنا الإذاعة الوطنية التونسية تهتم بصحتكم هذه هي فقرتنا الولانية في صباح تونسي سؤال دكتور باش تسمعوا الدكتورة سامر سمود اللي هي أخصائية في علم المناعة بمعاد باستور تحكينا على طريقة تفاعل الجسم مع فيليوس الكورونا مع الكوفيد ساعتاش كيف كيف زادة تبعته والعالم كل تبع البارح أو التلقيح في بريطانيا نرجعوا لي تلقيح الكوفيد ساعتاش وتأثيراته وشنو النجم ونعرفه عليه بعد شوية بقاوه معنا على موجاتنا موجات الإذاعة الوطنية التونسية كيف العادة عندكم فقرة تششيف ومبعد دي بحثنا مدام إيناس فرادي اللي بيستحدثنا عن الحاجة أنا شخصيا ما سمعتش بها قبل لكن تعرفوا مليح إحنا العلماء هما ليونيروا دربنا سعادة في الحصة هذه مدام إيناس فرادي مدير عامة بالنيابة الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية المنتجات اللي مش حدثنا على حاجة اسمها الادعاءات الصحية شنية هي بالضبط وشنو هالتأشير تلقاوه في الدويات وإلا تلقاوه في المواد الغذائية الساعة الثانية مشيوا مع عواطف الشاب في عالم الجمال ثم الحديث متاعنا بشيكون عن المرصد الجديد المرصد الوطني لمنهضة العنف ضد المرأة ومن بعد نفتح الحوار معكم أنتم مع التاليفون 71-844-404 لذمتكم نتحدثوا عن الفساد يوم عالمي للفساد لكن أحنا في تونس كيفاش المواطن العادي الفرد ينجم يقاو الفساد بطريقته هو هل ممكن تجاوز هذه الظاهرة أم لا أطلبونا على 71-844-404 مريم منع في التنسيق العام للحصة تستقبل مكالماتكم الهاتفية هثموا الناس في الهندسة الصوتية وفرق الزيري في تأمين الصورة اللي قاعدين تشوفوا فيها وكل ما هو إخراج رقمي فقرتنا لولا مع الدكتورة سمر سمود أستاذة جامعية استشفائية مبرزة في طب المناع بمعاد باستور أول سؤال لها عن تلقيح الكوفيد-19 وبعد نرجع بشوية بشوية لجهاز المناعة في فقرة سؤال دكتور تلقيح الكوفيد-19 والخبر المفرح جدا اللي كنا تبعناه أحنا يوم أمس العالم الكل تبع أول تلقيح لهذه السيدة اللي عمرها 91 سنة بريطانية بما يسمى بالتلقيح الآيغين هذه الفئة الجديدة أو التقنية الجديدة في التلقيح دكتورة سمر سمود أستاذة جامعية استشفائية مبرزة في طب المناع بمعاد باستور صباح النور ومرحبا بي صباح الخير شكرا لقبولك الدعوة ولو إنه إحنا جيرين مش بعض على بعضنا أما خرجتك من خدمتك نعرف مليح لكن زيدا نقوله إحنا زيدا الإعلام الصحي مهم جدا خاصة في فترة هذه اللي بعد ما عشنا حالة الهلاع وتابتشاف المراض واكتشاف الفيروس وغيره توا نكتشفه في التلقيح ونبدأ ونسموه في حكايات أول حاجة نتحدث عليها هي تلقيح كوفيد 19 إذن إلى حد الآن فما بعض التلقيح اللي تستعمل تقنيات مختلفة مختلفة فما تقنيات كلاسيكية وفما تقنيات جديدة والسجال والنقاش حول هالتقنية الجديدة اللي هي لايرين هذا هو به شنو الفرق بناتهم نخاف ولا ما نخافوش الساعة ما لازم نيش نخافو وقتا نبدأو عنا وقتا لعنا في قفل العلماء متاعنا على خاطل العلماء متاعنا ما همش بشي خالي وتوينسا يستعملوا حاجة ما فيهيش سلامة بالطبيعة دي ما فهم أعراض جانبية تنجم تتوجد ما تنجمش عندك ما عندكش حاجة مية في المية في كل حاجة كما واحد يمش يعمل جراحة تسعة وتسعين في المية لبيس ونجم يجي واحد في المية تسيرو حاجة ما تهيذية معروفة دي ما عندك في الطب ما فهميش السلامة مية في المية لكن العلماء متاعنا في تونس ما زل عنا ثقة في العلماء والي احنا ما نجموش ندخلوا حاجة لتونس ما فيهيش السلامة المعهودة كما في البلدان الأخرى والله والذيك القليل اللي يقعد ذيك حاجة ما يش بيدنا بالطبيعة ما نخافوش ما نخافوش هو المحالة النقاش راهو صحي جدا راهو بهي بأن المواطن يسئل وإلى أي حد هاتلتقنية هذية ما تنجمش تأثر في صحة الإنسان على المدى الطويل لكن حتى انتو ما معانتكمش الإجابة لا معانيش الإجابة طبعنا نفسر لك بلك دي معانتها معانيش الإجابة ونحب جزت نتطرق للي قلت أنت مهم الأعلام الصحي من معانتها من علامات الديمقراطية وقت اللي تولي عندك إعلم خاصة في المجالات هذو معانتها عندك إعلم سحي عندك إعلم اقتصادي عندك معانتها إعلم يتخصص معانتها ويمشي إلى وجع المعلومة ويولي هو لنا أحنا مثلا في الصحة يولي هو فغيمون بغتونيغم تاعك يسهل عليك أن تتوصل معلومة خطر هو يوصلها بطريقة معانتها أنت تتقدمها بطريقة علمية وهو يعرف كيفاش يوصلها بطريقة إعلامية بذب ولهذا مهم جدا بطبيعة بالنسبة للإفاكسان هو شنو معت التلقيح الموجودة اليوم كما قلت أنت فما تلقيح الكلاسيكية التقليدية كما مثلا التلقيح اللي يتعمل للجريب هذي كان مثلا أكثرهم يستعملوهم يما فيروس غير ناشيط فيروس نون اكتيف معانتها الباز من تلقاعد التلقيح تلقاها فيروس غير ناشيط ولا فيروس أتنوي معتها مخفف بالضبط الفيروس نفسه مثلا نقوله نحن ناشيط غير ناشيط ما يكونش معتها ما يعملش الناشيط ما يخلفش لكن هو بكله معتها تعمل التلقيح بالفيروس كامل يعني العلماء تدخلوا على الفيروس وخليه غير ناشيط ولا أتنوي ولا مخفف هذو ما لوحود التقليدين خاطر يعطيوك معتها يعطيوك مرض نفس نفس تقريبا يقلد المرض من غير ما يكون عنده الأعراض الكبيرة للمرض كانت هي داو معناها داو المرض بالمرض لكن بطريقة من غير هذي هذي هما في الموجودين في الفاكسينات التلقيح التقليدية مثلا غير ناشيط الفاكسي غريب هي هكيكا وهذو ما في المراحل خاطر احنا شنو التلقيح اللي وصلوا للمرحلة الثالثة توصلوا 14 للمرحلة الثالثة وكانوا معنا توافق جمعة كانوا وحدشا نكه وكل مرة يتزيدوا اللي وصلوا للمرحلة الثالثة مازلنا معناش المخفف هذو ما يعطيه نجاعة حسب اللي نعرف احنا بالتلقيح الأخرى يعطيه نجاعة في الستين مثلا تعالي في الستين في المية في الستين هذيك هو نجاعة متاحهم لكن قد ما تلقح العبيد بالطبيعة تولي تولي تكون نجاعة أكثر خطر المجتمع الكل مثلا كما وقت تتلقح الصغار وغيره هذي هما تلقيح التقليدية وفما تلقيح فما برشة تلقيح جديدة كما وقت تستعمل بروتينيات كما بروتين مع تارو كمبينانت اللي اليوم موجودة في النوفو واكس في ملوية متحدة اللي هي زيدة منيش بش نستعملو ما زلت ما عندهيش نشريات علمية وفما التلقيح اللي على الوكتور فيغال نقول وحنا نقل للفيروس نقل للفيروس غير حامل للجين الذي يتكايفر به الفيروس فيكتور فيغال نون غيبليكتيف هذي كما لدينا كما للفاكسن متاع الأسترازينيكا متاع وكسفورد اللي حكيو علي برجة لدينا وفما التلقيح اللي اخر حاجة لدينا وفما زيدا ما نعرفوش معانيش عليهم معتها خبرة كبيرة عاملين خدمنا قبل لكن مش كما تلقيح التقليدي طريقة جديدة جدا كذلك وفما النوع الرابع اللي هو يستعمل الحامض النووي الريبي لايغين مساجي هو شنو تاخد قطعة جينية من الفيروس وتدخلها وتستعملها في التلقيح معانتها قطعة فقط من جين من جنوم دي فيروس من جين متاع الفيروس واللي هي لايغين مساجي وهي الحامض النووي الريبي وتشوف شنوة نجم تعتك وهذه تقنية جديدة جدا عمرنا ما استعملناها عمرنا ما استعملناها معناها العالم ما زال ما استعمل العالم ما استعمل أول استعمال كاين يوم أمس أول استعمال كاستعمال لإنسان خاطر كانت فامة لخاطر للأخرين استعملناها الناس بيانسوق استعملوها لكن 40 ألف استعملوها قبل لكن في إطار المرحلة ثلثة في التجربة المرحلة ثلثة اللي هي تتعمل على العبيد يقبلوا بشي يعملوا ريزيسي كلينيك معانتها يكون يجربوا عليها لكن في المرحلة ثلثة دي ما شي يصير يصير العبيد اللي تقبل تقول أنا نقبل بشي تتطوع وتصحح على نفسها والكل موجودين بيانشوف في الوقت اللي يمشي فما ما يعفوش رويحا هما بشي يخذوا الفكسين ولا البلاسيبو البلاسيبو اللي هو اللي هو حد شي ما ما ينجم يكون ولا أي حاجة دونك حاجة ما عنده حتى تأثير معانتها وهو ما يبدأش يعرف ما لازموش يبدأ يعرف حتى حد فيهم لا يعرف ونشوفوا النتائج النتائج نتائج المرحلة الثالثة لهذه التقنية هل نشرت لم تنشر بي فسرنا ما معناها وقت اللي ما ننشروش نتائج مرحلة مخبارية في مراحل الفكسين هي مزيل نشرت المراحل الأولى والثانية ولم تنشر المراحل الثالثة لأنها عتوى على الأقل بالنسبة اللي نحن هي بالنسبة لل للاستخازينيكا معانتها دوكسفورد لادينوفيروس وبالنسبة للايغينميساجي موديرنا وبفايزر هناك لم تنشر المشورات العلمية ولكن هناك معانتها معلومات أكيدة وتقدمها المخابر بمعلومات أكيدة بطبيعة ما تنجمش تقولنا أي حاجة معانتها هي مخابر عندها مستقية كبيرة تقدمها ساعات حتى كان ما زلت منشرت تقدمها في الملف الذي تتحدث معه مع الدول مع توقتي تقدملك تقولك هنا فين وصلت فين عملت المخابر لفديا ونسبة لأنه يجب لنجم تأخذ الترخيص للتصمية للوقتي لترخيص الإمكانية ديما وردة ما زلنا معناش الوحد الإمكانية ديما وردة لكن توا إلى حد الآن توا ما زلت كيما شوف دياغ الـ FDA خرجت اليوم الصباح مع تبارح في اليوم في الستاجوني اللي صاروا ستة وفيات على 38 ألف شخص تعدى فهمت لكن في الستة وفيات هذو ما منهم زوز بلاسبو ويخذين دونك ناجم يكون ما عندو حتى علاقة بالهم خاطر هو من العبيد اللي مخذيوش من الناس اللي جربوا فيهم جربوا فيهم وفهمة زوز ما يعرفوش عليش ناجم يكونوا ما وفيت لي حاجة أخرى فهمت وفهمة زوز قو أعراض معتا واحد سكتة قلبية ومعتا على 38 ألف واحد سكتة وستة وفيات منهم قتلك وفيات ما همش للعبيد اللي خذيو التلقيح خذيو البلاسبو ولذلك هما راهم ما همش للـ FDA ويخذين الأمر بجدية كبيرة جدا مش هكا هو بشيعة للتل لكن احنا مزل ما عنيش برشة غوكول بالعربي كيفاش نقول ما عندكش ما عندكش ما عندكش المسافة الكيملة توا عنا شهرين وتوا لكن الحقيقة الحاجات اللي نشوف فيهم توا حاجات إيجابية جداً المعلومات اللي قاعدة تصل لنا والنقاشات اللي عنا مع المخابر هي معلومات إيجابية جداً أحنا بيدنا معنى السيونتيفيك والعلماء والكل الحقيقة فهم مبهورين اللي ونجمنا نوصلوا في مدة قصيرة إلى هذا الوقت وليك إلى هذه النتائج ولكن رانا حاضرين ورانا نتبعوا ورانا ما نشوف نخليوا حاجة تدخلتونس ما في هذه السليمة ما نخافوش لكن هذا ما يمنعش اللي احنا زيدا اليوم معنتها صار معنتها اقتناء بخي اشاء متاع ستملين دوزة على خاطر كانت كانت متاع لايغين مساجي على خاطر احنا من نجموز زيدا وقت اللي نلقاوا كل شي ولي بيه ويتوفر ويقولوا سيبان ويقولوا نا اه تورا وما عاش عندكم وما تلقاوش وكل شي دونك احنا ناخذوا استباقيا نعملوا الكماند متاعنا وإحنا نتبعوا نشوفوا وش نفهمها بيش نختم مسألة التلقيح كنت تسمح دكتورة سامر سمود نذكر انك استاذة جامعية استشفائية مبارزة في طب المناعة بمعهد باستور نتحدثوا عن التلقيح في بداية الحديث متاعنا وانا بعد نحب نفهم معاك ولو سريعا جهاز المناعة كيفش يتعامل مع الكوفيد هذية وهالكوفيد هذية احنا بش نستنسو بيه ولا هو بش يستنس بينا سؤال اخير فما نستلوم على تونس تقولك احنا دي ما من اخر الناس اللي بشلوس يصل لها التلقيح واحنا اخر الناس اللي نساهموا في اعداد هذا التلقيح وهو جارتنا المغرب ووصلت الى مراحل متقدمة شو ما تجاوب نجاوب احنا كما قلنا ما نمشيوش بالشعبويارة وما انتها فهمت على اقل في تونس عنا مجال مسيل شدد نفسه والمجال علمي ولازم نحافظوا عليه وينجم يكون احنا اول حاجة التجارب السريرية ما تصيرش هكا معانتها المراحل التجارب السريرية ثالثة لازم الدولة تقبل معانتها وتصير وحنا لسان اللي معانتها مراكز اللي نقول وحنا اللي هين بالليتيك رفضوا اخلاقيات رفضوا كانوا نجموا يقبلوا وراهم يمكن للظروف معانتها رفضوا بش نكونوا احنا في المرحلة ثالثة معانتها فما ديمقراطية العريقة تعرف اذوكم عندهم حاجة اخرى معانتها عندهم حرية الفردية وينجموا يدخلوا وخطر احنا معانيش القوانين متاع لازيسي كلينيك متاع ما هيش متقدمة هيسة في تونس وهذه من المجالات لازم تتقدم زيدا فما برشة اقتراحات لازمنا زيدا نتقدمه في المجال التجربة السريرية لمهمة جدا نرى هو بش تقدم العلم ولذلك هذي حاجة بالعكسية معانتها تحسب للديمقراطية حتى كان ما احنا ما عملنا هيش لكن ومحترمنا المجال الديمقراطي هذي حاجة الأولى حاجة ثانية رام هم استعملوها مثلا انتوا في المغرب يشيدون بالاستعمال للتلقيح الصيني والكل التلقيح الصيني بالحق هو وصل للمرحلة ثلثة معانتها بالنسبة للواميس حاسبته في المرحلة ثلثة لكن معاننا حتى حتى نشرية علمية حقيقية بالنسبة لهذه على المرحلة الأولى والثانية موجودة شوية لكن المرحلة ثلثة مش موجودة بالكل وأكثر من هكا معانيش معانتها فمش حتى شفافية بالنسبة للمرحلة ثلثة عكس التلقيح الآخرين الموجودين في الغرب الموجودين في الغرب بالنسبة كوسوس وأدينوفيروس ولا الحمد النووي الريبي مع تلايغين مساجي ثم الزوز موجودين ويعطيوك بالوقت وكما هكذا مثلا يقولك راو هذي أخذر له راو عنده فما عبد صار له فما واحد توفى فما واحد صار له كل شيء فما شفه فيه كاملة والنتائج والمعلومات تتوفر هذا ما عنا حتى معلومات وأكثر من هذا هو تلقيح موجود على فيروس تقليدي مع أنتها يستعمل الفيروس الغير نشيط واللي هو إلى حد الآن وبالنسبة للتجارب منتع المرحلة الثانية ما عندوش نجاعة كبيرة بالنسبة لكبار السن وما عندوش نجاعة كبيرة بالنسبة للحالات الخطيرة وإحنا نعرف أكثر حاجة مع أنتها في مشكلة الكوفيديزنوف هو الحالات الخطيرة وكبار السن بطبيعة والأمراض المزمنة وكذلك كان عندك خصائص جينية وغيرها مش معناتها الصغير يمنع لكن نوسمنا وبرشا هناك الكثير من عوامل مختلفة نمشي بك دكتورة سامر صمود كان ممكن نذكر أنك أستاذة جميعية سيشفائية مبرزة في طب المناعة تسمعوا فيها على مجاهتنا وجهة الإدعاء الوطنية التونسية في سباح تونسي فقرة سؤال دكتور دكتورة سيشفائية مبرزة في طب المناعة ومشي خاطر دكتورة ومشي خاطر دكتورة ومشي خاطر دكتورة الان خاطر احنا ماعنيش كيمة قوتلك مسافة كبيرة المسافة بزيل معينش الوقت كيف اللي اللي عنه من المعلومات اللي عنه اللي اليوم الفيروس لم لمصرش عليه تحول كبير في الطفارات متاعه فهمت خطر احنا علش مثلا لجريب والكل يتبدل كل مرة الفيروس خاطر يتبدل فهمت احنا الى حد الان ماصرش تحول كبير في الطفارات كيمة هو قعد قريب صارت داياغ خافوا شوية في النوروغيش وقتالي بالنسبة للي فيزان حسوا اللي فيما الحيوانات هذكال الفيزان اللي نجم بتطري عاود يتقلب قتلوا خمسة ملايين فيزان ساعتها بش ما يكونش يكون هو غزيروار معتا النجم يكون يتحول فيه خزين للفيروس معتا إلى حد الآن ما فاميش طفارات كبيرة هذة حاجة تخلي اللي نرمال موقت اللي انتي تعمل فاكسن وانتي ما عاودش ما تبدلش هو نرمال ما تبدأ انتي محمي لكن هذة مزلنا ما نعرفوش علش خاطر تولحبنا فما دراسة كبيرة تعاملت في بريطانيا طلبتها الحكومة البريطانية قاعدت تشوف في الأسام المضادة ليزان تيكوخ تعالع بيت يقعدوا ولا ما يقعدوش قاتهم اللي كبار السن يتيح الأسام المضادة معتا بالأشهر قد ما انتشر قد ما الأسام المضادة تعاود تهبط اللي هنا كان ممكن نوقفك شوية دكتورة سامر سمود نعود نذكر انه قد نتحدثوا على الانتيكور معناها واحد مرض بالكورونا فيروس وعمل وعمل مضادة معناها عمل كما الجيش بش يحميه لكن الجيش هذة هل بش يبقى معاه مدة حياته كل كما الحصبة وإلا بش يعادي معاه موسم بركة كيما تجريت مثلا وإلا شهرين وثلاثة وهل انه يرجع اللي يمرض هل بش يرجع يمرض هذي هو ولكن هو فما في في الذاكرة المناعية فما الأسام المضادة وفما الخلايا ذات الذاكرة فمت وفي وفي كوفيد 19 هو وقت اللي احنا ما حكينيش من اللول كيفاش المناع وهو الكل تابع بعضو فما وفي الكوفيد 19 هو فيروس ها بش نعمل لنا بش نحامل كيما دي ساني مايما تنحاول نحكي يدخل نقول واحنا واحد إرهيبي يدخل للبدل فمت وهو أول حاجة اتفما المناع الفطرية نقول واحنا اللي هما الخلايا يبدأ فما الماكروفاج فما السلول ناتيرول كيلر مع أنت الخلية الطبيعية القاتلة فهمت اللي تقتلو سرعانا احنا وحدات التدخل فهمت متعنا الفطرية في بدلنا هذوكم يدخلوا من اللول وينجموا ويقاوموه ويبدأ فيروس في ساعة في ساعة مع أنت هتنجم المناعة الفطرية تتخلص منه وهذه من أحسن الحاجة يتوقت ليبدأ من الحاجة اللولة ومبعد فهمت المناعة الأدابتاتيف مع أنت اللي تتكيف اللي تولي عندها الذاكرة نقول واحنا أي المكتسبة المكتسبة هذه المناعة المكتسبة هي اللي تعطي لتصنع الزانتكار لأسيم الموضاة تولي هي تصنع جندي هي تصنع ضندي ضد إرهيبي ضندي ضد إرهيبي تدرب جندي للفيروس مع أنت هو كيما تقول أنت إرهيبي عنده ما نعرفش كالكوبة هي تصنع جندي عنده مفتاح تسكر تبلو كيلو الكوبة وحنا ميشين هذيك الأسيم الموضاة شنو يصير في البدن في الحالات الخطيرة فما فرق علش نقول وحنا ديما يلبس الماسك علش تلبس الماسك خطر الماسك هو نوع من التلقيح علش خطر أنت تنجم بالماسك ما تمنعش لكن يدخلو لك عدد قليل من الجنود من الإرهيبيين فهمت يدخل لك لبدنك عدد قليل جدا فهمت دونك أنت أذوكم الخلايا متاعك تنجم تغلبهم والبدن اللي يصنعوا من الجنود من الأسيم المضادة يكفي بش يقتلوا يعني كيفينك المناع المناع الفترة لا حتى الفترة وحتى المكتسبة تكون عندها الوقت بش تعمل جنود قد وكل شيء وقت اللي أنت تاخد دوزة كبيرة ياسر دوزة كبيرة ياسر يدخلو لك جيش متاع إرهابيين شي صير في البدن هذي هي الحالات الخطيرة شنو ما يصير في البدن تمشي الخلايا الخلايا الفطرية المناعية الفطرية تخدم خدمتها وما تكفيش وتولي المناعة المكتسبة كما أنت بش تمشي تاخو بيرمي يقول تقول مراني أنا لازم يمشي نسوق يقول يجيب مضمون وتجيب يقول لازم جمعتين تقول أعطيني بيرمي بروفيزوار كيف كيف تمشي تصنع لك السام مضادة في السكون أبال في الانفو سيت بي إكسترا فوليوليغ مش في البقعة الرسمية متاع اللي أنتي تاخو منا في بقعة أناكس مؤقتة مؤقتة تولي تعطيك السام مضادة ما هيش بنفس جنود ما عادة تقول أنتي ما همش بنفس الخبرة متاع الأخرين شنو يصيروا بكمية كبيرة ينجموا يقتلوا الأخرين لكن يوليوا يضروا البدن بيدو يوليوا يمشيوا وقتل يوفيه يوليهم يدوروا على القلب يدوروا على الروير يدوروا على اللغان وهذه اللعبات اللي يديهم الحالات التعطيرة هو أنه جهاز المناعة هذا هو تفسير دكتورة سامود أنه جهاز المناعة يقاوم بطريقة شرسة جدا لدرجة أنه ينجم حتى يضرب الأعضاء الحيوية يقاوم بطريقة شرسة وغير نقول وإحنا غير ملائمة غير سليمة خاطر المشكلة مش في اللي هي ما هيش أفضل طريقة مش أفضل طريقة خاطر يولي يضرب على بعض على بعض من غير ما يختار العدو خاطر العدد الكبير باشا هذيك علش العلماء يوصيوا بحمل الأقنعة خاطر هو نوع من التلقيح إلى متى دكتورة سمود هذي لكن هاي كيفاش إلى متى احنا في نفس الوقت هنا كنا نحكي وقلنا سار الاقتناء متع كميات من التلقيح والكل نحكي على العالم نحكي على تونس يعني إلى متى نرجعلك للدراسة هذي الدراسة هذي قات اللي الأسام المضادة ينقص عند العبيد الكبار في العمر اللي تعرضوا للمرض بعد شهر شهرين الأسام المضادة ينقص بينما مثلا قاول العبيد الصغار في العمر والعبيد اللي من قطاع الصحة مثلا ما ينقص لهم شالعدد يمكن على خطرهم ديما يواجهون المرض كانت تعاودت تفكروا تعملوا الذكر متاع وتعملوا خطروا يواجه المرض فهمتوا كل دون قاوهما ذوكم يقعدوا الأسام المضادة لكن فهمة حاجة أهم هما صحيح قاول الأسام المضادة نقص لكن مش معنتها ينجم يكون فهمة الخلايا ذات الذاكرة خاطر في الكوفيد اللي أهم من الأسام المضادة هي الخلايا ذات الذاكرة الخلايا التائية تي سي دي كات خليهما ذات الذاكرة وحنا مثلا في الفكسان متاع لا يغين مساجي وفي الفكسان متاع لستخزينيكا متاع الادينوفيروس قينا اللي عنده إيجابيات على الخلايا ذات الذاكرة يقوي الخلايا ذات الذاكرة ولذلك ينجموا الخلايا ذات الذاكرة حتى كان يقصوا الأسام المضادة لكن يقعدوا يحمونها لسنوات لكن هذا إلى حد الآن غير معلوم بي سؤال آخر دكتورة سامر ساموت هل الكوفيد هو اللي بش يتلقم عبدالنا والأخنا بش نتلقموا معه أحنا كيف هو في تاريخ البشرية العديد من الجرثوميات اللي بعد يتأقلم مع الإلسان ويبدأ حاجة جديدة يتأقلم مع الإلسان مع تتسير بعض التفارات والتغيرات ويولي أقل شراسة على الإنسان هذا بالخبرة هذا ممكن هذا ممكن مش أكيد الإنسان كيف ينجم يتخلص منه يتخلص منه وقتا وهذا اللي قاعدين ناخد ويتمكن من إيجاد تلقيح اللي هو يغلب وتتأكد النجاعة متعه والسلام متعه وهذا الطريق اللي قاعدين نخدم فيه ونجم ويجي والزوز ما بعضهم أحنا نعمل تلقيح وهو في مارس في مارس تغير تغير في بعض التفارات هذه منشرة والحقيقة علميا ما فميش نشريات كبيرة معنا على أكثر من ملايين معنا مش أكثر من معنا معنا مش لكن تقعد النسبة ضئيلة وضئيلة جدا إلى حد الآن لمدة على الأقل عدة أشهر الأكيد من حوارنا مع دكتورة سمر سمود نفهم أنه العلم ثم العلم ثم العلم والدراسات والدراسات المخبرية ذي قريب تعطيك الحقيقة العلمية لكن ليس هناك حقيقة علمية فيما يهم الكوفيد 19 إلى حد الآن تتغير نجم نتأكد منه أنه مانا متأكدين من حد شيء ليه مانيش متأكدين من حد شيء لكن مقدمين معنا كل مرة نزيد ونقدموا أي خاطر ديما نستنيهم العلمين ويعطيونا حاجة جازمة ويزمهم يعرفوا ليه بالعكس هو وقت يقول لك هذا نعرفه وهذا ما زلت ما تأكدش منه وبيش نتأكد منه أنت يذيك تزيد تطمين أكثر على خاطر يقول لك الحقيقة ما يعطيكش حاجة حاجة المطلوب شكرا لك دكتورة سمر سمود على حضرك معنا مشكورة جدا أستاذة جميعية استشفائية مبارزة فيه طب المناع عالم كبير يسر هالمناع وهالجيش هذي اللي يحارب كل يوم مش كان الكوفيد 19 يحارب كلنا كلنا توا توا احنا هون هو يحارب شكرا لك بالتوفيق ونستدعاكم هنا توا للدكتور حكيم يتحدث عن الخضرة مبهد مش نتحذر عن ما يسمى بالإدعاءات الصحية السيدة إنيس فرادي مديرة عامة بن نيبة للوكيلة الوطنية المراقبة الصحية والبيئية المنتجية ضيفتنا بعد شوية